شوفيان شوفيان مع الانتخابات حزب عناقني هو اكبر حزب في البلاد قالك يا سيدي بن سيدي سيسليم الياحي يستعد الاعلان عن ترشع الانتخابات الرياضية علاش لا قال فاكرني وقالوا زادا باش يترشع بصفته مستقل زادا وعلاشين لا اين كيف كيف قال فاكروني وقالوا زادا ممكن ياسس حزب اجديد وعلاش لا ثلاثة مرات مدام السياسة ورطب والمناصب ولوا في تونس وديوم كوتين العيشي كل شي ممكن وكل شي ولد وكل واحد يحلم بشي ولي يزبشي شوفنا الحطوة العجب العجاب وما زالنا باش نشوفه الشامس تطلع من حيث الغروب وكاريارات الديامونتو تنتج الخروب وبعد هذا ودونه سيسليم الياحي موكان برح في الايام امين عام حزب نيدا تونس من الاكبر حزاب في البلاد رغم اللي مشدش في منصبه اكثر من مدر صلوحية يغلطة محلولة في غرغول الخويل في الشهري وما كان زاد حليف اساسي للاتلاف الحاكم والحزب النهضة في يوم الماء وما عمل توفقات مع الحكام مقابل التخفيف في عديد الاحكام والمناصب في تونس اليوم على قارعة الطريق والسياسة والتروط لمن هب ودب وخاصة للفشلين ولغتي من لكل حزب وصوب وما تنسوش اللي حمادي جبالي شد رئيس حكومة في تونس ومصر مروقي شد زاد رئيس جمهورية وبما أنه موسم الترشحات السياسية في تونس يمكن قوله أنه هو معناها موسم العب والدعنيس والحنان وموسم عن نقني هو وارد جدا أنه صليم الياحي وبحر الجلاسي وعلى العلمي وغيرهم يعودوا ويدلوا بيدلهم ويصرفوا متى يسر علاهم يسروا المراتب العليا بالطرق الأيسرة وصمصرة بالاحتياجات والحاجيات والعواطف والمشاعل والعلمان والانتظارات ومن بعد الوعود والسفسفات السياسة في تونس اليوم حالة حل فليب باتجام كل شي بدي نار يغيب فيها القطوة العب الفار وفي كل الحالات المواطن هو الخاسر والميكوي بالنار مش بارك على خاطره ما عرفش يختار أما زاد لي أنه في السياسة تغيب لعبة حمرة كحرة متى القمار المترجمات لك